ومن لندن الدكتور عماد الدينة لجبوري الأكاديمي والباحث السياسي هل تعتقد أن القيادة السعودية نفسها الآن في حرج وهذا الحرج لا مفر منه سواء في حال علمها بمخطط اغتيال خاشخجي ووضع وتنفيذه دون علمها بلا أدنى شك القيادة السعودية في وضع صعب لا سيما من العالم الغربي لأنه هناك ضغوطات سياسية وإعلامية ولكن هذا الضغط لا يعني إرباك أو هلع داخل القيادة السعودية بدليل أنه الملك سلوان بن عبد العزيز أو عز إلى ولي عهد الأمير محمد بن سلبان بعادة تشكيل القيادة الأجهزة الاستخبارية أو الأمنية بشكل خاص معنى ذلك أن هذه القضية مهما استفحلت فلا تعني أن نيل من النظام السياسي الحاكم في المملكة العربية السعودية أو كرر هناك ضغوط نعم واضح ولكن هذا الضغوط لا يعني جعل القيادة السعودية في حالة إرباك وهلع وفي نهاية المطاف هذه القضية التي تم تعميمها لتكون قضية دولية وعالمية لا يعني نهايتها أن نيل من النظام الحاكم في المملكة سيد الجمهوري قلت في بداية إجابتك على السؤال الأول بأن السلطات السعودية لم تكن أو القيادة لم تكن على علم يعني هل يصدق عاقل حكومة تخوض حرب في اليمن منذ فترة طويلة مكلفة استنزافية تجيش من أجل إيران وغير ذلك هل يعقل بأنها لم تكن على علم بها كذا عملية أولا في ثلاثة ثانية أرد على الضيف الكريم في باريس عندما قال ولا أدري كيف دخل إلى عقلي وقال أنني أتكلم بما لا أصدق أنا لم أحظر هنا لكي أتكلم بكلام لا أمن ولا أقتنع به هذا ليس من ديديني وليس من سلوكيتي فتكلم عن نفسك ولا تشكر الآخرين بما يدور في عقولهم هذا أولا ثانيا سيد جمال لم أقل القيادة لم تعلم قلت أن القيادة السعودية في وضع صعب هذا لا ينكر هناك ضغط لا سيما من العالم الغربي العالم الغربي هو الحليف الرئيس إلى المملكة العربية السعودية لعقود كثيرة مضت لا سيما من جانب الأمر هناك ضغوطات لا ينكر ولكن هل القيادة السعودية في حالة ارتباك وهلع لا والف لا بدليل كما قلت أنه العائل السعودي كلفنا وليعادة أن يقوم بإعادة هذه المملكة العربية السعودية لها من القدرة أن تتجاوز هذا الأمر هناك حدث شيء سنقتنع لا نقتنع غدا تتحدث أمور جديدة من قبل الصلاة التركية المسألة لا تزال هذا الأمر يجب عدم توظيفه سياسيا الذي يدلي بدلوه من أجل النيل من النظام السعودي هذا يؤثر علينا من ناحية أنه لا تستغل سياسيا ضمن دولة عربية كبيرة لها ثقلها وزنها تقود تحالف عسكري عربي في اليمن ضد التمدل الإيراني يعني علينا أن نجعل من شخص مهما كانت هذه مرفوضة العمل الذي جرى في الداخل القنصرية مئة في المئة مرفوضة ولكن لا نجعل من هذا الفرد أن نتجه إلى مملكة لها ثقلها ووزنها تاريخيا عربيا وإسلاميا أن ننال من هذا الهيكلة النظام ونجعل رأس النظام أنه هو الذي يتحمل المسؤولية علينا أن لا نمزج ونشرك بما نريد أن ننتقي لكي نوظف في اتجاهات سلبية لكي نكون عقلانين ومضوعين هناك حدث شيء يجب العدالة أن تأخذ مسراها ومجراها ولكن ليس على النيل من النظام وفيما بعد يؤثر على الهيكلة الأمن القومي العربي كيف ترون الموقف السعودي المحاصر الآن بالرفض والانتقاد خاصة من الدول الأوروبية الكبرى يا سيدي لا محاصر ولا هم يحزنون في هذه الزاوية هناك كتلتان كتلة غربية لأهداف نحن نعيش في العالم الغربي منذ 3 و4 عقود ونعلم عندما توظف حاجة إنسانية إخلاقية سياسية لأهداف ما تتعدى هذه الحدود لماذا نتكلم عن الكتلة العربية؟ أليس البردان العربية لها وجود؟ لماذا لا أحد يذكر هناك سابعة أو ثمان دول عربية تؤيد ما أتى من قبل الملكة العربية السعودية؟ ليس لها وجد؟ لماذا نخذ النظر عن الكتلة العربية وفقط مركز على الكتلة الغربية؟ أرغب له مصالحه في نهاية المطاف لا يهمه جمال خاشق ولا يهمه غير جمال خاشق بقدر ما يهمه مصالحه بالدرجة الأولى؟ نتكلم عن الكتلة العربية هناك ستة أو سبعة دول عربية أعلنت مواقفها بشكل رسمي أنه تؤيد ما جاء من طرف السعودي لماذا لا نأخذ به؟ أي موقف؟ عن أي موقف تتحدث؟ عن القتل؟ يا سيدي ما أتى المملكة العربية السعودية بالتحقيقات الأولية لا تزال سلسلة متحقات لم تنتهي هذا أولا ما أتى من المواقف التي صدرت قبل الاعتراف بالقتل؟ لا وحتى بعد الاعتراف حتى بعد الاعتراف مصر، فلسطين، الأردن، البحرين، عمان عدة دول عربية أيدت التحقيق الأول الذي جاء سيما وقلنا في حين أن حتى وزير العدل السعودي قال لم تكتمل التحقيقات وفتحال إلى المحاكم وكل يسير وينال عقابة وفق العدالة هذا أمر أديته عدة دول عربية لماذا لا نأخذ به ونقض النظر عن موقعنا وواقعنا العربي وننظر إلى الغربي فقط كأنما علينا نتج نحو ما يجب أن يكون ونخذ نظر عن ما يجب على لا يكون هذا المنطق لا يفهمه كتلة عربية تؤيد ما وسط الله المملكة العربية السعودي لماذا نذكرها؟ لماذا نخذ النظر عنها؟ هل مصر ليس لها وزن وثقل؟ هل سلطة عمان عندماية ليس لها ثقل؟ هل أردن ليس لها ثقل؟ فلسطين وغيرها من البلدان العربية؟ هل سلطة عمان BruXT شكرا